السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحوش السنوية العامة أبطال المذكرة النهاردة نحل مع بعض في كتابة سؤال المهارات في المراجعة الوحدة الأولى في كتاب الزتونة المراجعة النهائية لكتاب العمالقة سمي الله ونبدأ مع بعض وفعل زر الجرسية وصل لك كل جديد ونبدأ مع بعض يقول لك مين من تحت دولة من الجمل تكون تكوينها صح جدا أول جملة يقول لك I haven't met since I called you ليه بقى غلط؟ لأن بيجي وراءة ماضي بسيط وقابلها مضارع تاب بس بعدها مضارع بسيط ومش ماضي بسيط فأول واحدة دي غلط يقول لك I didn't met me since I called you نفس الفكرة خطأ ليه خطأ؟ لأنه بيكون قابلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط قابلها هنا ماضي بسيط وبعدها ماضي بسيط غلط طيب رقم C لا أنا أريد since جملة صحة يبقى الجملة الصحيحة لأخر واحدة ندخل بقى هل بعد؟ Which of the following sentence Anybody have the correct punctuation ممن من تحت ههل العلامات الترقيم من الأول لأخر جملة أول حاجة بقول لك my daughter loves mobile games ومي سن لايكس فوتبول يعني بنتي بتحب الالعاب الموبايل وبني بيحب لعبة كرة القدم طيب دي جملة ودي جملة يا جماعة دول مش جملتين متصريدين ببعض فانا مفروض اربط هنا برابط طبعا طالما شلت الرابط يبانا لو حاطيت هنا علامة تلقيم هحط حاجة اسمي كولوم اللي هي نقطة وتحتها فاصلة لان دي جملة وجملتين وفاصلتين عن بعض يبقى الواحدة دي غلط لان او حاطيتلي كومة طيب مي دوتر لافز موبايل جيمز ومي سن لايكس فوتبول اه دي صح رقم بي يا جماعة دي صح رقم بي صح دي انا علمت على المتاع كلها رقم بي يا جماعة صح رقم بي دي صح طيب رقم سيبلك اه هنا مفيش اصلا كومات اصلا طيب رقم دي بلك مي دوتر لافز موبايل فون اه دا في كولوم هنا مش سيمي كولوم دي نقطتين لان اعايز نقطة وتحتها فصل اسمها السيمي كول رقم تهيب الإجابة رقم بي رقم ثلاثة بقول لك يعني الخاتمة بتحتوي على ايه تلخيص النقطة الرئيسية اه صح فال الملخص الحاجة او في الخاتمة بكتب تلخيص كل النقط اللي انا اتكلمت عليها في الموضوع نفسه او السي نفسه بكتبها في الاخر في الملخص طبع the positive and the negative point الايجابيات والسببيات لا ده بتكون في الموضوع نفسه describe the topic بوصف الموضوع لا ده انا بقول بلخص بعد ده انا في الاخر بلخص بلخص بعد ده انا قلت ده في نقطة بسيطة the descriptive points برضو غلط انا بتكلم على summarizing your major points ان انا بلخص النقطة الرئيسية بتاعتي طيب بقول لك when you are right لما بكتب you can use ممكن تستخدم a to introduce عشان تقدم the result نتيجة لشيء ما هل بتستخدمها عن رغم من؟ لا طبعا عن رغم من واستخدامش بغا تستخدمها عشان اقدم نتيجة due to due to يا جماعة اللي هي معناها بسبب؟ لا طبعا بسبب كذا لا تباين سبب مش بباين نتيجة طب whilst معناها بينما يعني كذا بينما كذا ده بتباين مثلا سبب؟ لا بصور النتيجة؟ لا طبعا consequently معناها وبالتالي او بناء على ذلك فعلا بيجي بعدها النتيجة او بتقدم النتيجة بتاعتك اللي انت توصلت ديها في الموضوع ادخلوا على رقم خمسة a perspective a perspective يعني المقال الاغناعي ده بيبقى بقى بيوصف اشخاص واماكن واشياء وحالات ده طبعا مش بيوصف حاجة ده بيقناعك طيب explains بيفصر الموضوع وبيستخدم الحقاية وعلى سبيل المثال والاحصائيات والstatics وان هو الاحصائيات وكده لا برضو غلط اما try to convince او بيحاول ان هو يقنع القارئ علشان يقبل الرأي بتاعه ورأي الكاتب فعلا يبقى الاجابة عندي رقم C الاجابة عندي صحيح يا جماعة رقم C بيقيت الرقم دي بقولك tells a story about read live بقولك عن خبرة عن حيات لا ده بيحاول ان هو يقنعك بفكرته اللي هو عايزها يعني طيب رقم 6 when you are writing لما بتكتب you can use ممكن تستخدم ايه علشان تقول السبب بتاعش عشان تقول السبب حاجة بتستخدم due to due to معناها بسبب اصلا اخدناها فوق قلنا فوق due to معناها بسبب طيب رقم 7 بقولك which sentence اي جملة تحت is structured correctly بتكون يعني بنيتها او بنيتها صحيحة من الاول الاخر امير who is half defender score لا مفروض تكون scores يا جماعة هي مضرع بسيط اما scores لو مضرع بسيط وما مادية تكون score فطبعا انها غلط هنا يا جماعة الغلط في السكوطاب اللي بعد امير who is امير اللي ملك يعني half defender لا لنبقى اللي عايز who is امير who is صح اذا score فعلا sorry score لا غلط طبعا يقول لك scores يا اما score دفلها id يبقى دي برضو خطأ يبقى انه يوجد عندي غير الاخيرة صح لدخول على اللي بعد رقم 8 when conclude لما بتلخص nsa about clean s عن النظافة ممكن تستخدم واحدة من الاي لو انت تحب التلخص مقال بتتكلم فيها على النظافة بتستخدم اي بقى اكيد يا جماعة مش فرست لي اولا كزا طبعا يعني ما ينفعش طبعا انا بتكلم توصم عشان الخص اللي انا قلت وي should احنا نتبع القواعد اللي هو النظافة الشخصية والعناية بالنفس يعني تبقى رقم c طبعا تبقى عشان الخص الكلام طيب رقم 9 بيقول لك الجملة which are attractive sorry الجملة اللي هي بتجذب readers attention انتباه القارق بتتسبق اسمها ايه اسمها الهوك يا جماعة جملة كده خطة فيها بتخطف كده القارق كده واخذ بالك اسمها الهوك يا جماعة طيب رقم 10 ويقول which of the following ايه من تحت دول is structurally correct ايه من تحت دول بيكون بنيان صحيح ويقول while my father بينما بابا يجي طبعا غلط while بيجي غراء ماضي مستمر عطول فدي غلط طب اللي بعد while i was watching tv بينما صح كده لحد دلوقتي my father was coming لما انا كنت عمل شاية في zoom بابا g يعني حدثين ما اقطعوش بعد لأ دلاتين حدثين اقطعوا بعض يبين المفروض يكون ماضي بسيط مش ماضي مستمر غلط هنا طب اللي بعد while i was watching tv my father came صح رقم c صح يا جماعة رقم c صح رقم d during اثناء مشاهدة الفيلم بابا g لأ طبعا غلط يا جماعة اثناء مشاهدة الفيلم بابا g لأ طبعا لان during بيجي وراء اسم بيجي وراء اسم انما هنا ده فعل من ضف له ing فغلط طبعا طب رقم 11 بيقول on the other on the one hand على جانب i would like a job ما انا بحب الوظيفة that be is more اللي بتدفع كتير but على على الجانب الاخر ing انا بستمتع بالوظيفة اللي انا بعملها دلوقتي في هذه اللحظة the underline express اللي هي التعبير اللي تحته خط ده اللي هو على الجانب الاخر ده بيبين ايه بيبين التناخذ اللي هي comparing two different facts بيبين اللي هو بيقارن ما بين حقيقتين مختلفتين خالص اللي هو على جانب بسه انا بحب كذا وعلى الجانب الاخر انا بحب كذا فهو هنا بيقارن ما بين حاكتين يعني ما هو موضح نقول من ناحية انا بحب الشغل اللي بيدفع كتير ومن ناحية اخرى انا بستمتع بالوظيفة اللي بعمل اللي بعمل الدول طيب ده similarity ده يعني نفس between two different facts يعني بيبين نفس الحاكتين ما بين الحاكتين لا طبعا غلط طبعا ده اضافة لا هي مش اضافة ده مقارن بقارن ما بين حقيقة وحقيقة غلط طبعا طيب ده decision قرار to leave the current ده قرار بيغادر الوظيفة لا هو مش بيغادر حق ده بالعكس انا بستمتع بالوظيفة الحالية هو بيقارن ما بين الوظيفة اللي بتدفع كتير لكن هو بيستمتع بالوظيفة الحالية بتاعتنا فدي مقارن بس يا جماعة ده كان اسئلة الرايتين العرضة والفيديو الجاي ان شاء الله هنحل الترانسليشن بتاع الترجمة طبعا بتاعة الوحدة الاولى والفيديو اللي بعد ان شاء الله هنحل القطعة دي كلها بعون الله وكل الوحدات هنمشي مع بعض ان شاء الله هنحل كل الكتاب بس اهم حاجة انشر المحتوى ده وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد طبعا واشترك في القناة ولو عندك سؤال سيب تحت